موسيقى اهلا بكم الى اسبوع الصحافة وهذه ابرز العناوين القدس العربي غضب في الناصرية بسبب اعتقال الناشطين واتهام للحكومة باعتماد اجراءات استفزازية العرب اللندنية فوضى العنف في الكونغرس تهز صورة الديمقراطية الامريكية الغد الاردنية عشرة مخاطر تنتظر العالم في 2021 وتتساءل الانباء الكويتية في تقرير اخباري هل تستطيع امريكا مواجهة الصين بمفردها في زاوية مقالات يكتب فراس ناجي في المدى العراقية المشروع الوطني لثورة تشرين والانتخابات القادمة ويكتب محمد سعيد ادريس في الخليج الاماراتية ترامب والمناورات الاخيرة التفاصيل بعد لحظات موسيقى عنوانت صحيفة القدس العربي غضب في الناصرية بسبب اعتقال الناشطين واتهام للحكومة باعتماد اجراءات استفزازية حيث لوح المتظاهرون في مدينة الناصرية بالتصعيد في حال لم تكف السلطات الامنية عن اعتقال الناشطين واطلقت الاجهزة الامنية النارة في الهواء في محاولة لتفريق المحتجين الرافضين لاعتقال احد الناشطين ونبقى في القدس العربي تزايد حالات الانتحار في مخيمات النازحين الايزيديين في دوهوك واتفاق السنجار دون تطبيق تقول الصحيفة تشهد مخيمات النازحين في محافظة دوهوك في اقليم كردستان العراق ارتفاعا في اعداد حالات انتحار النازحين الايزيديين الشباب اذ سجلت الاحصاءات غير الرسمية اربع حالات خلال الايام الماضية فيما لا يزال ملف تطبيع الاوضاع في قضاء السنجار يعاني من جملة مشكلات تعيق عودة اهالي المدينة الى ديارهم مرة اخرى قالت صحيفة العربي الجديد ان الميليشيات تخنق الموصل واكثر من عشرة فصائل مسلحة بثاني اكبر مدن العراق تتخذ واجهات عدة لها منها ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية ولجان المتابعات الامنية المتورطة بعمليات اعتقال مواطنين وكذلك ابتزاز رجال الاعمال والتجار فضلا عن ممارسة انشطة تجارية غير قانونية ونبقى في العربي الجديد تغييرات سرية داخل مفوضية الانتخابات لتغيير تركيبتها وتثير المخاوف من انها تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل داخل المفوضية لتعاد بذلك المشاكل قالت صحيفة الايام البحرينية ان عقوبات امريكية على فالح الفياض رئيس الحجد الشعبي بالعراق فرضتها الخزانة الامريكية التي قالت ان الفياض كان جزءا من خلية ازمة تتألف من قادة ميليشيات الحجد الشعبي لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الايراني اكدت صحيفة المراقب العراقي ان الصدمات تدفع الحكومة الى استبدال قطع غيار الكابينة الوزارية ويرى المحلل السياسي كاظم الحاج ان تقييم حكومة الكاظمي يكون بموجب النتائج الفعلية الملموسة مبينا ان الحكومة لحد اللحظة لا يوجد لها منجز يمكن ان يؤخذ بنظر الحسبان للتقييم نقلت صحيفة اخبار الخليج البحرينية عن كيسنجر تحذيره ادارة بايدن من العودة الى الصفقة النووية مع ايران مبينا ان النظام الحالي في ايران لا يبدو انه قادر على التخلي عن هذا المزيج من الامبريالية والتهديد اوضحت صحيفة العرب اللندنية ان فوضى العنف في الكونجرس تهز صورة الديمقراطية الامريكية وصفة ترامب انه رئيس مثير للجدل داخل امريكا وخارجها بالنظر الى تصريحاته الفوضوية وسياساته العبثية والتي احدثت انقساما داخل المجتمع الامريكي ونبقى في العرب التي تساءلت كيف لبايدن ان يفكك تركة ترامب الفوضوية تقول الصحيفة يأمل صناع القرار السياسي في طي صفحة ترامب وبداية مرحلة اخرى اكثر انفتاحا على العالم في ظل المتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية التي طرأت خلال السنوات الاربع الماضية وتتركز انظار الكثير من المحللين على تتبع مواقف الادارة الامريكية الجديدة التي يتوقع ان تبني اسسا اكثر واقعية عددت صحيفة الغد الاردنية عشرة مخاطر تنتظر العالم في 2021 من ابرزها الانقسام الامريكي حول بايدن وكوفيد الممتد ومنافسة المناخ والتوتر الصيني الامريكي وصراع البيانات وخطر الامن الالكتروني وانخفاض الاعتماد على الطاقة اما بشأن جائحة كورونا فعنونت صحيفة العربي الجديد مستجدات كورونا دراسات عن السلالات الجديدة مع استمرار التلقيح اذ في الوقت الذي تتواصل فيه حملات التطعيم والتجارب السريرية على اللقاحات بهدف مكافحة انتشار الوباء يبحث العلماء التحورات التي رصدت في السلالات الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب افريقيا وبعد مرور عام على بدء تفشي وباء كوفيد 19 في جميع انحاء العالم بلا هوادة بدأت تتجلى ملامح نظام عالمي سيؤدي لتحولات في القوى الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان وتتساءل الانباء الكويتية في تقرير اخباري هل تستطيع امريكا مواجهة الصين بمفردها ويرى التقرير ان طريقة الوحيدة لمواجهة تنامي القوى الاقتصادية والعسكرية للصين تتم من خلال استراتيجية متعددة الاطراف تضمن القوة الجماعية لشبكة حلفاء وشركاء امريكا في العالم فسنوات حكم الرئيس بايدن ستشهد سباقا بين جهود واشنطة لتشكيل تحالف اوسع واقوى لمواجهة الصين وجهود بكين لتفكيك مثل هذا التحالف اما الان فانقلكم مشاهدين الى الكاركاتير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن يتركوا ترددهم وإلا ستبقى الأحداث تتجاوزهم ويظلون يراهنون على حركة احتجاجات قادمة قد يطول انتظارها ويكتب رضوان السيد في الشرق الأوسط الخليج العربي للحاضر والمستقبل يقول الكاتب قمة العلى الخليجية عقدت ونجحت باتخاذ زهاء الخمسين توصية بالإجماع وذلك لم يحصل من سنوات طويلة وتشهد المنطقة متغيرات وهي مسؤوليات أعلن مجلس التعاون عن إرادته في مواجهتها بالهدوء والحكمة والعزيمة والتضامن وتطوير القدرات ويكتب سلطان إبراهيم في الرأي الكويتية تغطية على المشاكل بافتعال الأزمات ويرى الكاتب أن التغطية على المشاكل بافتعال الأزمات الخارجية هي مهارة اعتاد ممارستها النظام الإيراني في منطقتنا العربية فهو يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة وتدهو رقيبة العملة وتفشي البطالة وارتفاع الأسعار وانعدام أي بصيص للتنمية بسبب صرفه بسخاء كبير على مغامراته العسكرية من دون أن يعبأ بمعاناة الشعب الإيراني ويكتب محمد السعيد إدريس في الخليج الإماراتية ترامب والمناورات الأخيرة يقول الكاتب تداعيات تلك الصراعات دفعت مراقبين للتساؤل عن مدى إمكانية صمود الولايات المتحدة كدولة موحدة وهل يمكن أن تواجه خطر الانفراط والتفكك ويبقى السؤال المهم هل سيكون بمقدور الجمهوريين القيام بدور المعارضة الصعبة والمتماسكة أمام الرئيس بايدن مشاهدنا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من بغداد الدكتور باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار أهلا بكم مجددا مشاهدنا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب بضيفي عبر الهاتف من بغداد الدكتور باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية مرحبا بك دكتور باسم إلى هذا الحوار أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بداية نبدأ من احتجاجات ثورة تشرين غضب في الناصرية بسبب اعتقال الناشطين واتهام للحكومة باعتماد إجراءات استفزازية حيث لوح المتظاهرون في مدينة الناصرية بالتصعيد في حال لم تكف السلطات الأمنية عن اعتقال الناشطين وأطلقت الأجهزة الأمنية النار في الهواء في محاولة منها لتفريق تجمعات المحتجين الرافضة لاعتقال أحد الناشطين لماذا هذا الإصرار الحكومي على اعتقال الناشطين والمحتجين برأيك تحية مرة أخرى لك والشاهدين كناتكم الكريم بالتأكيد ما حدث في الناصرية هو نكول ونكوت الحكومة عن تعهداتها عن الاتفاق الذي حصل بين خلية الأزمة برئاسة السيد قاسم العرجي وعبدالغني الأسدي والتي تفاوضت مع المتظاهرين على أن يتم تضب اعتصامات ساحة الخبوبي مقابل إيقاف الاعتقالات نكول الحكومة عن عودها ينسف جسرة بقما بين الشارع العراقي وبين الالتزامات الحكومية لا سيما أن الحكومة للآن لم تستطع تلبية مطالبات المتظاهرين أو في الأخص تقديم جنات وقتلة المتظاهرين إلى العدالة حيث تسويف هذه المطالب من آليات الإرادة السياسية والتسويات السياسية التي لا تريد الكشف حقيقة عن الطرف الثالث الذي تسبب باستشهاد مئات المتظاهرين وبجرح الآلاف منهم وهو دليل واضح على أن الحكومة غير قادرة على تلبية هذه المطالب وأن الحكومة لن تخرج من عباءة الحكومات السابقة بسلوكياتها تجاه الغضب الشعبي وتجاه الحاجات الإنسانية والمعاشية للمتظاهرين وللعراقيين بشكل عام أعتقد أن الحكومة تنتهج ذات النهج السابق لأنها وقعت رحية المحاصصة ورحية التوافقات السياسية مرة أخرى ولن تستطع أن تخرج من هذه المعمعة التي لا يمكن لها أن تحقق شيئا إلا خارج غطائها وإرادتها نعم تزايلت في الآوين الأخيرة حالات الانتحار في صفوف النازحين الأيزيديين في دوهوك واتفاق سنجار دون تطبيق ويعاني من جملة مشكلات تعيق عودة أهل المدينة إلى ديارهم مرة أخرى ما الأسباب وراء حالات الانتحار وماذا عن عودة النازحين إلى ديارهم لك أن تتخيل أن أهل النازحين في مخيمات النزوع وبالأخص نازحي سنجار ما يعانوه والسوداوية التي تلف حياتهم وهم يدركون أن لا مستقبل ولا بصيف أمل بأن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية ولدورهم ولطرواتهم وعقاراتهم والعودة مرة أخرى للذوبان في المجتمع وللأحساس بأنهم يمتلكون مواطنة كبيرة الانتحار يعني عمليات الانتحار كانت بالأخص لدى فئة من الشباب وتحديدة من نساء مما يدل على أن الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها وتتعرض لها النسوة الأزيديات لا يمكن رفعها أو التخصيص منها إلا بإجراءات حكومية حقيقية تبدأ من تطبيق الاتفاق الذي تم قبل أكثر من أربعة ستة أو سبعة أشهر وبالتالي تأمين بيئة آمنة لعودة النازحين إلى مساكنهم وأيضا إدخالهم في دورات تأهيلية هذا التأهيل لأن يكونوا جزء من المجتمع لا فيهم وأن الضغط الكبير الذي تعرضوا له هؤلاء النازحين لا يمكن المرور عليه مرور الكرام طيب الميليشيات تخنق الموصل وأكثر من عشرة فصائل مسلحة بثاني أكبر مدن العراق تتخذ واجهات عدة لها منها ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية ولجان المتابعات الأمنية المتورطة بعمريات اعتقال المواطنين وكذلك ابتزاز رجال الأعمال والتجار فضلا عن ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية ما أبعاد الدور الذي تمارسه الميليشيات في الموصل؟ هذه السلوكيات التي تعادل الآن من خلال المجموعة من المنتمين إلى هذه الفصائل من المنحرفين والذين لا يألون الذنة إلم ولا ذنة في موال الناس وفي حياة الناس وعودة المكاتب الاقتصادية بهذه الطريقة الفجة والسمجة ممكن أن تزيد النقنة الشعبية وممكن أن تعيدنا إلى المربع الأول لا سيما وأن المواطن الموصل الآن يحتاج إلى طمأنة ويحتاج إلى القناعة التامة بأن قوات الموجودة سواء أن كانت فصائل أو ميليشيات أو جهات سياسية أو جيوش أو قوات أمن داقلي عليها أن تدرك بأن هناك خطوط حمرة بين فعالياتها ومصالحها الخاصة وبينما يحتاجه المواطن الموصلي لطمأنة ولممارسة حياته بشكل طبيعي استمرار الابتزاز واستغلال القوة العسكرية المتوفرة لدى هذه القصائل من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية لا يؤدي إلا إلى انهيارات وكوارث جديدة نحن بغناءنا طيب عقوبات أمريكية على فالح الفياد رئيس الحجد الشعبي بالعراق فرضتها الخزانة الأمريكية التي قالت إن الفياد كان جزءا من خلية أزمة تتألف من قادة فيليشيات الحجد الشعبي لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني ما طبيعة هذه العقوبات؟ يعني أعتقد أن هذه العقوبات فيها رمزية أكثر مما فيها عملية لأنها لن تطال الفياد إلا إذا كانت له مصالح متعلقة في الولايات المتحدة أو الأطراف التابعة للولايات المتحدة سواء التعاملات المصرفية أو التعاملات الأكارية أو محاولة السطر والتنقلات لا فيما أن هذه العقوبات لا تمتلك نفاذية قانونية كبيرة إلا في إطار الولايات المتحدة أعتقد أن السيد الفياد لم يكن وحده في خلية الأزمة المشار إليها قد يبدو هذا الاتهام بأن السيد الفياد هو المسؤول الوحيد هنا في خلية الأزمة كان هناك أيضا ضمطات كبار وقادة سياسيين وقادة أمنيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة الحالي عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات وكان أحد أعضاء هذه الأزمة مما يحيلنا إلى موضوع أهم هل السيد الكاظمي كان يعرف بأن خلية الأزمة تقف فراء مثلا توجيه التصائل المسلحة وقوات الأمن للتصدي للمتظاهرين بإطلاق الرصاص بشكل مباشر إذا كان يدلق عليه أن يكشف ذلك للرأي العام لا سيما وأنه تعاخد بأنه سيلاحظ قتلة المتظاهرين وبأنه سيقدمهم للعدالة الاتهام المباشر للسيد القضيار فيه أكثر من دلالة والدلالة الأهم تشير وبشكل واضح إلى من أمر بقتل المتظاهرين ومن أمر بقمع المتظاهرين ومن أمر بملاحقة الناشطين المدنيين واعتقالهم واختطافهم وهذا فيه تحدي أيضا أمام الحكومة ورئيسها لأنه كان جزء من خلية الأزم ننتقل دكتور إلى فوضى العنف في الكونغرس التي هزت صورة الديمقراطية الأمريكية ويصف مراقبون ترامب بأنه رئيس مثير للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها بالنظر إلى تصريحاته الفوضوية وسياساته العبثية والتي أحدثت انقساما داخل المجتمع الأمريكي ما تعليقك على حادثة الكونغرس؟ يعني ما حدث بالكونغرس هو ليس جديدا على المجتمع الأمريكي هناك كثير من الظواهر والصدامات والاحتجاجات الكبيرة التي كان فيها المواطن الأمريكي غير ملتزم جميعنا يتذكر حادثة المواطن فلويد التي قتلت في الشرطة وسواها قبلها حادثة لوس أنجلوس عندما أيضا تعرضت المدينة استبيحت المدينة بشكل كبير أعتقد أن ما شجع على ذلك هو شعبوية الرئيس ترامب ومحاولة الاستقواع بالشارع على النظام الديمقراطي الأمريكي خلاسية موأن النظام الديمقراطي الأمريكي مبني على أسس تقليدية وكلاسيكية لا يراد لها أن تكثر وحتى وإن كان هناك ما يشير بشبهة واضحة لوجود تزوير لو لم يكن الرئيس الأمريكي على يقين وثقة بأن الانتخابات كانت مجورة لما لجأ لهذه الأساليب ربما لا استسلم للأمر الواقع من اللحظات الأولى لكن الطائل الأمريكي والعراب الأمريكي الذي يريد للأمور أن تسير بهذا الاتجاه هو الذي يغطي على التزوير من جهة وهو الذي يتهم هذه الاحتجاجات التي قام بها المواطنين الأمريكيين ودخولهم عن كوروز يتهمها بأنها إرهاب محلي وبأنها أساءت للديمقراطية نتحول إلى تقرير إخباري يتساءل هل تستطيع أمريكا مواجهة الصين بمفردها يرى التقرير أن الطريقة الوحيدة لمواجهة تنامي القوى الاقتصادية والعسكرية للصين تتم من خلال استراتيجية متعددة الأطراف برأيك هل ستنجح استراتيجية تقويض النفوذ الصيني عالميا؟ قد تجتمع كثير من الدول بوجهة نظر واحدة مع أمريكا على أن الصين ممكن أن تتسبب لها بأضرار اقتصادية وممكن أن تشتعف أسواقها وممكن أن تتسبب لها بركود اقتصادي كبير لذلك قد تقد كثير من هذه الدول إلى جانب أمريكا التي تحاول الآن أو التي يبدو الآن بأنها تشتغل لوحدها بمواجهة التنين الصيني الناهض الذي يعني باته يهدد الاقتصاديات الكبيرة لدول كبيرة مثل أمريكا ودول أوروبا وسواها من الدول وبالتالي أعتقد أن ممكن الأمور في المستقبل الكريب ستذهب باتجاه إيجاد تحالفات ما بين الدول المتضررة وأمريكا لكي تضع استراتيجية تحد من التمددات الصينية على الاقتصادياتها وتحد أيضا من هذا النفوذ الذي قد يتسبب بصدام عسكري لم تستطع أمريكا وسواها من الدول المتضررة بإيقاف هذا الزحف وهذا التمدد لأسهم هو أن الآن الصين تمتلك إمكانيات اقتصادية ومالية ولوجستية كبيرة تستثمرها وبشكل كبير بانفتاحها على كثير من الدول لكي تصل إلى الأهداف المرسومة بمقرية لها يشير باحثون إلى أن هناك عشرة مخاطر تنتظر العالم في عام 2021 من أبرزها الانقسام الأمريكي حول بايدن وكوفيد الممتد ومنافسة المناخ والتوتر الصيني الأمريكي وصراع البيانات وخطر الأمن الإلكتروني وانخفاض الاعتماد على الطاقة ما التأثيرات المستقبلية لهذه المخاطر؟ بالتأكيد هذه محاور مهمة ومخاطر ممكن أن تهدد العالم جمعا وليس فقط أمريكا أو الصين أو دول أخرى وأخطرها ما يمكن أن نسميها أخطرها هو الأمن السبراني المتعلق بالنظم المعلومات والمتعلق أيضا بالحروب السبرانية التي قد تحصل بين دول كبيرة لأن في ذلك خطورة ممكن أن تنعكس على كثير من التعاملات الدول وعلى كثير من تفاصيل الحياة الاقتصادية لهذه الدول الأمور التقليدية الأخرى الكوفيد ناينتين وسواها من أزمة المناخ وغيرها من هذه ممكن أن توجد لها حلول وممكن أن يتم الاتفاق عليها لكن الخطورة تقمن في الأمن السبراني للدول لاسيما أن الخروقات الأخيرة التي حدثت من خلال تهكير وطرصنت كثير من البيانات لدول كانت على ما يبدو بأنها مؤمنة معلوماتها بشكل جيد فيه دلالة وإشارة كبيرة على أن التطور التقني والتكنولوجي العالمي سيدفع الدول لاستخدام إمكانياتها في هذا الجانب حتى للإضرار في الخصوم أو المنافسين الآخرين سواء كان ما بين أمريكا والصين أو أمريكا ومن يخاصمها نعم إذن في ختام اللقاء أشكرك دكتور باسم الشكر جزيلا كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة